السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك من نبيك؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا فضل الصلاة والسلام له من العمر ثلاث وستون سنة ثلاث وستون سنة عمر النبي صلى الله عليه وسلم مات عن ثلاث وستين سنة أربعون قبل النبوة ثلاث وعشرون نبيا ورسولا هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام ولدى بمكة ونزال عليه الوحي بمكة وعلى نبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يدعو يدعو إلى توحيد الله أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة ويانهى عن الشرك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق والآداط ينهى الشرك ويحرم مساوي الأخلاق والأفعال القبيحة واعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذقلين والجين والإنس أما رعيسى عليه الصلاة والسلام بيتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لابد أن كل الخلق يتبع هذا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مات النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لأنه بشر و هذا الدين وليله الحمد كمول يعني لا يستطيع أحد أن يضيف شيئا إلى هذا الدين هذا الدين كامل لا يستطيع أن نتبع نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في الفردوسة على المجنة والله عالم شكرا لك يجب أن يضعنا فيه رائع ويجعلنا من الجزء من الجزء، من الجزء من الجزء، من الجزء من الجزء. الله يجب عليك. أمين.